العصاب مين الشخص القادم في طريقكم للحب والزواج في الفترة القريبة عائل الجاية مين هو الشخص ده وامتى وفين ممكن تقابلوه وانتو شكلكم من الاشخاص اللي تابتوا قوي في العلاقات وتابتوا في الحب او يعني الحب واجعكو او المشاعر بتاعتكو تم استنزفها بشكل كبير جدا يمكن في علاقات غير صحية او مع الاشخاص الغير مناسبين توأم روحك هو شخص في الناحية المادية من اقوى التقات المالية يعني شخص ممكن يكون اثري او وضع المادي ممتاز جدا ممكن يكون ترابي او ناري التاقة بتاعته تحديدا ممكن اسد او جدي وبرضو ممكن يكون عقرب او ميزان والحمل معاكو الشخص ده هتقابلو اه ممكن في شوق او في حالة انت فيها زي وضع استقرار يعني اه ممكن تكون بتقدم على شغل او الشخص ده شغال معاك في نفس الوظيفة او حاجة او هتقابلو وانت رايح الدوام بتاعك او كده اه او عن طريق الاسرة يعني يعني زواج تقليدي او معرفة تقليدية اوكي الشخص ده ممكن حد فيكو يكون ارمل او ارملة اه او هو شخص روحاني جدا جدا وانت هتعرفوه من اول مرة فاول لقاء بينك وبين الشخص ده انت هتحس انك انجزبت اليه جسديا او تشديت اليه جسديا بشكل عالي اوي اه وهيبقى فيه جزء جواك عاوز علاقة زواج مع الشخص ده يعني من جواك هتبقى بتتمنى ان الشخص ده هو ليكون زوج او زوجة ليكون اكي هتبقى انتو شوية بتتعاملوا مع الشخص ده بنوع من التقلق او بنوع من المقاومة او آآ كنوع من الرفض للعلاقة او انكار المشاعر او آآ او رفض التعارف عليه هتبقى بتقاوموا قوي الشخص ده يعني بتحاولوا تتدولوا دهركوا وبتحاولوا تبينولوا ان انتو مش مختمنين بيه خالص ولا هو في بالكو اصلا آآ لكن خلال فترة زمنية من ثلاث الى عشرة شهور من وقت تعرفك او لقائك بالشخص ده بتتزوجه او بترتبطه بس انت طول الوقت هتبقى يعني بترغب فيه وتشتهيه اللي هو عينيه فيه واقول اخي تبقى انت نفسك في الشخص ده بس تقول لا انا انا تمام انا مش عاوز وانا هتدي له ظهري انا ماشي انا مسافر انا هشوف حد تاني بس هتبقى انت مش دود لي اوي وهتبقى بتفكر فيه جدا كمان علاقتكم ممكن تبدأ كصداقة ثم تتطور الى حب وزواج وممكن فعلا لحد فيكو يكون الشخص ده شغال معاك دلوقتي او او انت هتقابله قريب يعني او بتسمع الفيديو ده وقت نزوله فادي نفسك فترة شهر يعني ان لم تكن قابلت فعلا الشخص ده ممكن خلال شهر او خلال فترة قصيرة جدا بتقابله او بتشوفه ان شاء الله شكرا لكم و الى اللقاء بفيديو جديد